هذا والتقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بدولة السيدة تيريزمعي رئيسة وزراء المملكة المتحدة على هامش زيارة سموه الخاصة للمملكة المتحدة وقد أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وأكد سموه على ضرورة الاستمرار في تكتيف الجهود لتعميقها وتطويرها على كافة المستويات والمحاور كما أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما تم تحقيقه من إنجازات بارزة على صعيد التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وثمن سموه في هذا الصدد الدور الذي تطلع به مجموعة العمل البحرينية البريطانية المشتركة التي تعقد بانتظام اجتماعين لها في كل عام وأعرب سمو رئيس الوزراء الموقر عن تقديره واعتزازه لاتفاق وتطابق وجهة النظر بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة حول مجمل القضايا التي تشهدها ساحة الدولية وبالأخص أهمية التنسيق والتعاون للتصدي لكافة أعمال العنف والإرهاب التي تهدد الأمن والاستقرار في العالم وكانت دولة رئيسة وزراء بريطانيا قد استقبلت صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر والوفد المرافق له ورحبت بزيارة التي يقوم بها سموه للمشاركة في حفل تخرج أكاديمية سانترست العسكرية الملكية وأهنأت سموه بتخرج وتفوق حفيدته الشيخ عايشة بن تراشد الخليفة كأول فتاة بحرينية تتخرج من هذه الأكاديمية العسكرية العريقة وأثناء اللقاء عبر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره للرعاية والترحيب والحفاوة التي لقيها سموه خلال الزيارة التي يقوم بها للمملكة المتحدة والتي تعكس عمق الأواصر والروابط بين البلدين الصديقين وحرص قيادتيهما على تعزيزها وترسيخها وقد استعرض الطرفان خلال اللقاء أيضا نتائج المشاركة الإيجابية لدولة رئيسة الوزراء سيدة ريزمي في مؤتمر قمة دول مجلس التعاون وبريطانيا الذي عقد في البحرين في الفترة من السادس إلى السابع من شهر ديسمبر الماضي والذي يهدف إلى تأكيد وتوطير الشراكة القوية والتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة وتمنى التوفيق والنجاح للاجتماع الخليجي البريطاني الذي تستضيفه المملكة المتحدة في شهر نوفمبر القادم